أعوذ بالله من الرجال الشهوانيين والمتخلفين السلام عليكم قبل أسبوع كتبت على صفحة الشخصية في تويتر وفيسبوك تعليق عن الناشطة السودانية اللي صارت أيقونة للثورة السودانية كان تعليقي هو التالي من بين كل المثقفين والناشطين الذين يقودون الحرك في السودان وحتى من بين الشهداء الذين قدموا أرواحهم لم يجد الإعلام الغربي والعربي سوى فتاجم إلى وقف التغني على سطح سيارة ليجعلوا منها أيقونة الثورة مثال يضافي على المعايير الشهوانية للإنسان الحديث حتى في أكثر القضايا جدية المنشور في البداية نال إعجاب المئات سواء من من يعرفني أو لا يعرف وأيضا بما أني نشرت على تويتر كتغريدة حقق لأول مرة الكثير من التفاعل مع أني لست ناشطا على تويتر بشكل كبير العشرات نشروا التغريدة دون مشاكل لكن شاركها بعدها أحدهم مع عبارة شوفوا هذا الشخص المثقف شاغل باله الشهوة وليس الثورة وبدأ الهجوم ولمن قرأ كتاب سيكولوجية الجماهير يعرف كيف تتأثر الجماهير بأي خطاب تحريضي مثل هذا ويبدأ التفاعل بنفس الطريقة المشكلة الأساسية التي أثارت غضبهم هي كلمة شهوانية يعني لو استبدلتها بكلمة أخرى ما كان صار سوء الفهم لو قلت مثلا مثال إضافي على المعايير الجمالية للإنسان الاستهلاكي الحديث تقريبا هو نفس المعنى لكن كلمة شهوانية مشكلة كبيرة أنا سأتوقف عند هذه التغريدة وهذه الحالة حتى أرشف فأوثق لهذا النموذج لتأثير على الجماهير التي تنساق وراء الدعاية دون تفكير وبدون استقلالية في الرأي وأيضا مدى الأفكار النمطية وفي تأثير على العقل لأنه لم يكن الحديث إطلاقا عن شهوانية ناشطين أو شعب ما أو ثورة ما المنشور كله كان من ثلاثة سطور لا يحتاج لتحليل وشرح وفك الغاز الحديث كان بشكل واضح عن الإعلام الذي يصنع الرموز والثقافة الشعبية مستغلا وموجها غرائز الإنسان حتى في قضية جدية مثل الثورة والبحث عن حرية الناس طبعا لو لم يجد الإعلام هذا التجاوب لدى الناس لما نجح والكلام عن الشهوانية مطلق على الإنسان الحديث وليس عن فئة من الناس ولا شريحة عمرية ولا شعب ما وأنا نفسي أيضا واحد من هذا الإنسان الحديث الذي انتقدته أصلا ونقد هذه الشهوانية أيضا أسهب فيه الكثيرون مثل المسيري وتشومسكي وباومان وغيرهم حتى من المفكرين الملحدين فلماذا إذن لما يقرأ أحدهم كتابا لهؤلاء لا يثور غضبا ولا يعتبر نفسه متهما ولا يعتبر الكاتب نفسه أيضا متعاليا عليه وأصلا أنا أتحدث هنا عن استغلال الإعلام الغربي والعربي بالتبعية لقوة الصورة ولدي كتابي هذا الاسم وهو استغلال لتحقيق أهداف معينة قد نختلف فيها لكن ما في أحد جادل في أن صورة فتاة مثل هذه الكنداكا في السودان كانت صورة إيقونية وهنا أتحدث عن المظهر وليس عن الإنسان التحديد التي ظهرت في هذه الصورة وأنا أنتصر للمرأة نفسها بانتقاضي لشهوانية الرجل الذي أحب هذه الصورة ولست أنتقد المرأة نفسها يعني المشكلة البعض فهم القضية بالمقلوب وأنا أصلا لم ألتفت لأنوثة صاحبة الصورة إلا بعد ما شفت تعليقات ومقالات مستفزة تتحدث عن جمال الكنداكا هذا ليس ذنبي وما أثار استيائي أكثر هو اقتناص الإعلام لأول بروز لامرأة في الثورة لأني أعرف حرصهم منذ سنوات على تصدير ما يخالف الصورة المعتادة للمرأة المسلمة لذلك كتب تعليقا كرد على أحد المنتقدين دعونا من جدل ذكر وأنثى هل لو كانت المرأة التي ظهرت في هذه الصورة إمرأة أخرى وسمينة وليست جميلة هل كانت ستحظى بالاهتمام؟ أو حتى لو كانت هي نفس هذه المرأة بنفس هذا المظهر ولكنها كانت تصرخ بصوت عالي وخشن بدلا من أن تتلوى وهي تغني دعونا من جدل الغناء في هذا الموضوع لنعتبره تاف ثوري ولكن لم تكن بهذه الصورة الجميلة هل كانت ستصبح إيقونية؟ ومرة أخرى أؤكد الحديث ليس عن إمرأة وعن ناشطة معينة بل عن الصورة التي استغلتها بعض الأخوة السودانيين شاركوا المنشور والتغريدة مع الموافقة على مضمونها ومحتوها بما فيها من صفحات ثورية مشهورة أيضا لأنهم رأوا بأعينهم كيف الكثير من نجوم قادة الحراك في الشوارع هضمت حقوقهم ولم يسمع بهم أحد وتم تصعيد ناشطة واحدة حتى صارتها الألقونة والذين ضحوا بحياتهم وبجهودهم لم يسمع بهم أحد وأنا كمسلم أيضا يعرف بالبداهة الحلال والحرام ولست مضطرا لأكون شيخا أو داعيا حتى أعرف ما هو معروف من الدين بالضرورة فأنا أعرف أن قيام إمرأة غير محجبة تتلوى أثناء ترديد شعارات ثورية أن هذا المظهر لا يرضي الله فإذا أنت أخي المسلم شايف أن هذا المشهد حلال فهذا تعدي على الشرع أولا أما إذا كنت شايف أن مومهم البحث في مشروعية أي مشهد فأنا لم أجبرك على وقف الثورة حتى نجلس ونبحث في مشروعية هذا المشهد لم أقول هذا أصلا ولم أذكر أيضا أن هذا الفعل حرام من الأصل أنا رصدت فقط انتقائية الغرب لمظهر غير إسلامي وغير شرعي من أجل إبرازه حتى يصبح هو الشعار والأيقونة للثورة كلها قضيتي هنا تحديدا عن صناعة الرموز بما يوافق مصالح الغرب وهذه القضية صارت مكشوفة لدينا من بداية الربيع العربي والذي صار خريفة للأسف وأنا أتحدث هنا كناقد إعلامي وشخص يعمل بالإعلام من أكثر من عشر سنوات وأنا أيضا أعترف هنا بإني ساهمت في صناعة بعض أيقونات الثورات الأخرى لما سلطنا عليها الضوء إحدى هذه الأيقونات من الفتيات كانت محجبة ثم خلعت الحجاب وصارت شخصية أخرى تماما وأنا شخصيا ندمت على صناعة هذا الرمز ويوما بعد يوم أكتشف النمط الذي يركز عليه الإعلام سواء غربيا أو عربيا وهذا حدث في سوريا وفي مصر والآن يتكرر بشكل واضح في السعودية خذوا مثلا لوجين الهذلول الناشطة الوحيدة التي يتم تحويلها إلى إيقونة الحرية في السعودية لأنها للأسف مرتدة عن الإسلام كما يقول من كان يتابع كتاباتها قبل السجن وقبل الربيع العربي مجلة تايم الأمريكية وضعتها قبل أيام على قائمة أكثر مئة شخصية مؤثرة في العالم فقط لأنها في يومنا الأيام قادت السيارة قبل سنوات وتم اعتقالها أما مئة داعية وشخصية إسلامية معتقلة مثل سلمان عودة ما أحد يعرفهم مع أنهم أكثر تأثيرا أيضا في باكستان الشخصية الباكستانية الوحيدة من بين النساء المعروفة في العالم كله والتي تلتقي زعماء العالم وكلمتها مسموعة هي ملالة أما النساء باكستان الذين تقتلهم الطائرات الأمريكية مجانا كل يوم في مناطق القبائل فلا أحد يسمع بإسمهم ملالة نفسها لو كان نشاطها ليس ضد طالبان بالموجه لرفض القتل والغارات هل كنا سنسمع بها؟ نعود للتغريدة السابقة الأغرب كان هو انتفاض ناشطات من النساء لإنكار أنها مثيرة لإعجاب الرجل وهذه أيضا ظاهرة أخرى غريبة يعني تستحق الرصد والدراسة يعني السؤال هنا كيف عرفت الأخت الكريمة المعترضة أن صورة إمرأة ما مثيرة للرجل أم لا؟ هذا سؤال يجيب عنه الرجال فقط فما هو دخل النساء هنا؟ اسمحوا ليذكروا لكم مثال من الخارج قبل أكثر من 15 سنة تقريبا كان في موجة ما يسمى بفيديو كليب التعري كان هناك الكثير من المطربات اللي الآن شايفينهم وصاروا من المشاهير بدأوا باكتساب الشهرة عن طريق التعري والدلع إحدى هؤلاء النجمات في خبر قرأته في مجلة أنها تحفلتها في فندق ولما خلصت الحفلة أحد الشباب اللي كانوا حاضرين للحفلة وتم إغراؤه بحركات وجمال وتعري هذه المطربة حاول يتحرش بها وحاول يهجم عليها طبعا تم القبض عليه وانتهى الأمر فكان أول تصريح لها للصحافة لا أظن أن ملابسي كانت هي السبب وبكل بساطة هي تعرف أنها لو لم تتعرى وتتلوى وتغرينا نحن الرجال ما كانت ستشتهر أصلا نجاحها كله قائم على إثارة غرائزنا نحن الرجال ولذلك النساء ما لهم علاقة أصلا بهذا الجدل وبعدين لما يتحرش بها أحد هؤلاء الرجال تنتفض فورا وتنفي أنها تثيرنا وتتحوى إلى طفلة بريئة ونحن نصبح الوحوش السخافة هنا ليست في التناقض في المنطق فقط بل في أنها تتلبس دور الرجل أيضا هي فجأة صارت تفكر بعقل الرجل وتحكم بأن مظهرها هذا لا يثير غريزة الرجل حتى تتمنص من المسؤولية وأن هنا طبعا لا أنفي مسؤولية الرجل المتحرش لكن من الحماقة تبرئت من أثارت غريزة المتحرش وسأعود أيضا لهذه التناقضات بعد قليل لكن أذكر هنا أن ناشطات اللي اعترضوا فقط بأن حديثنا لم يكن عن صاحبة الصورة بل عن الإعلام تحديدا للأسف مهما شرحت في هذه النقطة أنا متأكد البعض سيبقى مصر على رأيه أعود لفكرة ذكرتها في البداية وهي التأثير الأفكار النمطية سأتحدث هنا عن تعليق كتبته إحدى الأخوات وهي لخصة الموضوع ببراعة كأن القراء بس يحسوا أو يشموا ريحة انتقاد لشيء فيه اسم إمرأة أو اسم المرأة بيفئدوا صوابهم وما بيعودوا بيستوعبوا الفكرة والمقصود من المكتوب وبيستميتوا للدفاع عن فكرة ما لها أي علاقة بالطرح أصلا وهذا كلام صحيح للأسف فأي منشور عن المرأة وخصوصا لو ذكرت كلمة الشهوة فيه يضرب فورا على الأوتار الحساسة ويدق الأجراس لدرجة ألوى الكثير من الذكور والإناث معا ما بيقرأوا المنشور ولا الفكرة ولا يفهمون حتى لو كان النقد موجه للرجل أصلا وفورا يبدأ الدفاع عن المرأة ويبدأ اتهام الكاتب بالشهوانية وسمحتوا لي بالاستطراد هنا هذه الحادثة تذكرني بسجال اطلعت على بعضه في سبتمبر الماضي البداية كانت لما أحدى النسويات على ما أذكر كتبت منشور كان فيه نصيح للبنات تقول فيه يا بنات إذا ما أخبركم الخطيب أو الزوج عن راتبه فهذه كارثة ويجب الانفصال فورا لأن هذا يطعن في مفهوم الشراكة التامة والتي هي فكرة رومانسية مستوردة ثقافية من الغرب برأيه وأتوقع أنه حتى الغرب نفسه ما فيه تطبيق لهذه الفكرة وللأسف هذه الأفكار الرومانسية صارت تتبنىها محجبات ومتدينات أيضا في المقابل في داعية مصري ويوتيوبر اسمه حسام عبدالعزيز كتب مقال أو منشور على فيسبوك مختصر يرد فيه على هذه الفكرة وبالجملة يرد على الكثير من الأفكار المشابهة ويتحدث عن حقوق الرجل على المرأة سأذكر لكم بعض الأمثلة مما كتبه من حق الزوج أنه ما يخبر الزوج تبيراتبه ولا يقدح ذلك في صحة العلاقة ولا قدسيتها ولا يحق للزوجة أن تعترض على انفاق زوجها على أهله مدام يكفي الأمرأة والولد الزواج شراكة عاطفية وإنسانية وليست مالية إلى آخر هذا الكلام هو بالمناسبة كان يتحدث منطلق شرعي وبإيجاز شديد لكن قامت عليه القيامة من المحجبات قبل العلمانيات والرجل اضطر بعدها ليقدم تفاصيل شرعية وأدلة فقهية في مقال مطول وأيضا إن كتبت ضده مقالات وصارت هيصة لا للأسف من ضمن موجة أفكار عدنان إبراهيم ومحمد شحرور وأمثالهم لدينا موجة عارمة لتحريف الإسلام باتجاه الليبرالية وطبعا من أهم بنود هذه الموجة حقوق المرأة تحديدا لكن عموما هذه الموجة خطرها لا يقتصر على المدارس الفكرية الجديدة التي نتحدث عنها بل هي أيضا تؤثر على من لا يؤمن بها يعني ليس كل من يتبع شحرور أو يقرأ له هو في مأمن بل قد يتأثر بالأفكار التي تروج بشكل مستقل خارج إطار مدرسة عدنان وشحرور وأمثالهم وصار للأسف بالعموم هناك نساء يطالبن المشايخ بتجديد كل شيء نعم نعترف بأن الفقه يحتاج لتجديد في أشياء كثيرة ولكن فكرة التجديد نفسها انفلتت عن العقال أستحضر أيضا مثالا من ذاكرتي قبل سنوات طويلة في برنامج كلام نواعم الذي تقدمه MBC من سنوات في إحدى الحلقات تمت استضافة أحد المشايخ حتى يسألوه عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة يبدو اختيارهم للرجل كان فاشل هو وافقهم على بعض التجديدات لكن لما وصلوا لمسألة التوريث طالبوه بالمساواة بين المرأة والرجل لكن الشيخ لم يجد أي وسيلة للإفتراء على الله فالنص واضح للذكر مثل حظ الأنثيين وكانت بين مقدمات الحوار شخصية واحدة فقط محجبة أو شبه محجبة ما زلت أذكر سؤالها جيدا قالت له أو توسلت له يعني بأي طريقة يا شيخنا ما في إمكانية نعمل مساواة بالتوريث قال لها لا فختموا الحلقة على طول هم زعلانين يعني كأنه ادي اللعبة اطبخ النائفة يا شيخ حتى تمشينا والفقهاء أجمعوا أن العامي لا يقلد بما يوافق هواه فلو وجد من شيخ ما ميلا نحو الرخص فلا يجوز متابعته بل يسأل غيره حتى يحتاط لدينه لذلك في هذا البرنامج صاروا يحتاطوا مستقبلا ويستضيفوا فقط المشايخ وأنصاف المشايخ والباحثات الشرعيات الذين يقدمون لهم الفتاوى كما هو مطلوب طبعا من يبحث عن الشهرة في هذه البرامج فلن يفوقت الفرصة طيب حتى لا أطيل عليكم كثيرا بالاستطراض سأعود إلى الموضوع الأساسي بعدما صارت هذه الموجة على المنشور أو التغريدة الأولى كتبت منشور فيه تحليل بشكل أكبر وسأقرأه لكم الآن كاملا وتحملوني شوي لو كان طويلا قلت انخراط المرأة في معمعة التنافس الحداثي حتى لو كانت متدينة ومحجبة ورافضة شعورية لمنتجات الحداثة قد يدفعها لا شعوريا للسقوط في مداهة الطيه بين ثلاثة أقطاب متعارضة رفض شهوانية وتحرشات الرجل التي تخلف الشعور بالمهانة الحاجة الطبيعية لإغواء الرجل ونيل إعجابه ثلاثة الميل النفسي لسبق الرجل وهزيمته وأن هنا طبعا أتحدث عن غرائز وحاجات وميول عامة دون تخصيص وطالما أقحمت المرأة نفسها أو أقحمت في سباق التنافس مع الرجل وهو سباق غير متكافئ منذ نقطة البداية بسبب التفاوت النفسي والجسدي المعروف وبغض النظر عن رجحان الكفة لأي طرف فعلى المرأة هنا الموازنة بين كل ما سبق وعلى الرجل الذي أقحم نفسه أو أقحم أيضا في هذه البيئة المختلطة أن يتوقع النتائج المتنقضة فإذا امتدح الرجل المرأة في موقف مجرد تماما قد يحاسب على تحرشه أو يشكر على حسن ذوقه أو يلام على عدم تحليه بأخلاق المساواة التي تقتضي عدم تعليق طرف على آخر وإذا انتقد الرجل المرأة في موقف مماثل أيضا فالنتائج المتفاوتة كلها متوقعة وبالمقابل إذا انتقد رجل ما الدوافع الشهوانية لرجال مثله وهو أدرى بغرائزهم في امتداحهم لمرأة ما مثل ما صار بعد تغريدة الأولى جاءت النتائج على النحو السابق تماما فإما أن تشكره بقية النساء على تصديه للتحرش أو ينتفضن لمجرد التفاته إلى احتمال أن تكون المرأة راضية بهذا التحرش المفترض أو يعترضن على اعتراضه على بروز امرأة ما واهتمام الرجال بها طالما كان هدف السباق هو بروزها وتفوقها أصلا وقد يقع في قلب المرأة الواحدة كل ما سبق فهي تدرك في أعماقها فعلا الخلفية الشهوانية للرجال في هذه المواقف غير أنها تعلن في ازدواجية فاقعة عن رضاها بالنتيجة النهائية لبروز المرأة ونجاحها لأن هنا الهدف الأساسي هو أن تبرز المرأة وأن تنجح طبعا وتسبق الرجال وهذا النفاق ليس مقتصرا على المرأة فقط بالمثال المذكور بل الرجل شريك فيه بالتساوي فهو راض تماما بإبراز المرأة وامتداحها وراض أكثر برضاها بما حققته هي من نجاح ولو كان على حسابه ظاهريا طالما كان هذا يزيد من فرص وصوله إليها وهذا الهدف أهم عنده من هدف تفوقه عليها يعني على المكشوف الرجل يريد أن تخرج المرأة وأن تختلط به وتشاركه في كل شيء وتزين عالمه بأنوثتها لأن هذا هو الهدف الأساسي عنده كل ما يأتي بعد ذلك من جدل فهو مجرد نقاش على الهامش ثم ختمت المشور بهذا القول هذه التعقيدات كلها هي نتيجة لاحتيال الإنسان على شريعة الله التي تضيق فرص الاختلاط والتنافس إلى أضيق الحدود فبمجرد أن يضع الإنسان من الجنسين قدميه على ميدان السباق يعني التنافس بينهما فعليه أن يتوقع هذا التيه حتى لو كان من أشد الناس انتقادا علنيا للحداثة ومفرزاتها فالكثير من هؤلاء باتوا أسرى لآليات إسلام السوق بين قوسين وهم لا يشعرون يعني اللي عم يجددوا الدين حسب طريقتهم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أيضا هذا المنشور لما نشرته في اليوم الأول حقق نسبة إعجابات وتأييد كبيرة وبشكل قياسي والذين اعترضوا على التغريدة الأولى سكتوا تماما لكن في اليوم التالي بدأت الموجة السوقية في الانتقادات البعض صاروا يأخذوا صورة من التغريدة الأولى وينشرها على صفحاتهم مع تعليق شوفوا كيف الرجل الشرقي الشهواني على أساس يعني هم غربيين مع تجاهل تام لهذا المنشور التحليلي الثاني ولا أذكر ولا واحد منهم ناقشوا بنفس آلية سيكولوجية الجماهير ولا نقول عقلية القطيع بعض المحجبات المحترمات للأسف ركبوا الموجة وأوقح تعليق رأيتك من فتاة محجبة كتبت تعليق على هذا المنشور تشتم فيه الأخوات التي علقنا بالموافقة عليه بأنهن للأسف عاهرات هذه محجبة فما بالكم بالعلمانيات النسويات طبعا أيضا وصلتني الكثير من الشتائم لكن ولا واحد منهم ناقشني بشكل علمي وموضوعي طريقتهم الوحيدة يدخل ويشتم ويعمل مشاركة على صفحته ويدعو أو تدعو أصدقائه أو صديقاتها بصراحة للهجوم على هذا الشخص الشهواني المتخلف وبعضهم ما عنده شيء أول سوى شوفوا الإخوان والإسلاميين والدواعش كيف عقلهم كل شهواني وضد المرأة هم قرأوا فقط أول جملة عن انخراط المرأة في معمعة التنافس الحداثي وفهموا أن هناك كاتب إسلامي لا يريد أن تنافس المرأة الرجل وأن تبقى في البيت لأنها قاصر وهاتك يا حرب يكفي أن تضع صورة نمطية للإسلامي العدو للمرأة ولحقوق المرأة وانتهى الأمر هنا هذا الإنسان لن يقرأ حتى لا يجد نفسه في مأزق فكري ويعجز عن المحاججة سيعلن الحرب على طواحين الهواء الإسلامية والإخوانية بين قوسين مثل دون كيشوت ثم يحتفل بالنصر لذلك للأسف مضطر أعيد أكرر ما قلته سابقا صفحة الشخصية وأيضا منصات موقع السبيل ليست محطة للحوار أنا والزملاء لدينا رسالة نقدمها ولا ندخل في أي جدل مجرد الرد على بعض هؤلاء والتعليق بشيء خارج السياق سيخرج بنا عن الموضوع أكثر مثلا لو رديت على هؤلاء في هجومهم بأنك لم تفهم قصدي وأنه كان قصدي كذا فغالبا لن يعتذر سيعود لارتكاب مغالطة رجل القش ويحاول أن ينتصر لنفسه بفداحة أكبر وندخل في دوامة الجدل ولن ننتهي لذلك أسلوب منذ سنوات على فيسبوك وتويتر عدم الرد على أحد وقد أوضح بشكل عام إذا كان هناك سؤفهم كبير كما حدث الآن في منشور آخر أو في فيديو كما أفعل الآن ولكن لا أحب أن أناقش أحدا بعينه ليس تكبرا على أحد ربما كلهم أفضل مني أما من يريد المبارزة والشتم طبعا فعلاجه الحظر للأسف معلومة مهمة أيضا قبل عدة سنوات شاهدت تقريرا على الجزيرة الإنجليزية عن أثر التعليقات في مواقع التواصل والإنترنت على تشويش وتضليل القراء هناك إحصايات تقول أول ثلاث تعليقات على مقال ما لو كانت سلبية فمهما كانت قيمة المقال سيكون الأثر النهائي على القارئ هو نتيجة سلبية لذلك يقول التقرير إحدى المجلات العلمية المحترمة نسيت اسمها ألغت التعليقات من موقعها نهائيا والآن أيضا الكثير من المواقع الإخبارية وقبل أن أختم سأتوقف عند مقال لزميل صحفي محترم يندد فيه أولا بالذين شككوا في تحويل الفلسطيني عهد التميمي إلى أيقونة لأنهم لم يروا فيها غير شعر أشقر ومفاتي أنثوية مع إهمال مناضلات قدمنا تضحيات أكبر ثم يندد أيضا بالذين لم يلاحظوا في الأيقونة السودانية سوى أنها كانت بتأنقة وتتمايل راقصة على لحن الأغنية كما هو متوقع يغمز الكاتب في الغرائز المستعصية على التهديب والعقد الجنسية التي تعمي البصر والبصيرة أو في أحسن الأحوال السداجة ونظرية المؤامرة لكن الكاتب لا يضع في أحسن الأحوال احتمال أن صناعة هذه الرموز عملية موجهة من الإعلام أصلا وليست مجرد حركة عفوية من الشارع البريء إذا كانت والدة عهد التميمي نفسها قالت حرفيا أن الاهتمام الإعلامي والعالمي بابنتها كان بسبب ملامحها الشقراء يعني هذه مش عقدنا إحنا يا أستاذ يستشهد الكاتب أيضا بالمناضلة الأمريكية السوداء روزا باركس اللي خلدها التاريخ الأمريكي أيقونة ضد العنصرية كما يقول لمجرد أنها رفضت إخلاء مقعدها في الحافلة لراكب أبيض لكن يبدو أن الأستاذ لا يعرف عن قصتها إلا ما قرأه عنها في الصحف فكما تقول سوزان كين في كتابها الهدوء سفحة 71 روزا اشتبكت مع سائق الحافلة العنصري نفسه قبل الحادثة الشهيرة ب12 سنة وكانت تخطط لحركتها الثورية التي يراها الكاتب بسيطة طوال سنوات ثم هي أيضا شاركت في المظاهرات بشكل منظم ورفعت دعوة قضائية وكانت جزءا من حركة منظمة وكبيرة وباختصار هي لم تصبح بطلة لمجرد أنها رفضت القيام من مقعد في حافلة والأهم أن الصحافة الأمريكية أصلا تجاهلت روزا باركس وكانت تركيز كله على مارتل لوثركينغ وغيره من قادة الحراك كما تقول سوزان بالتفصيل لكن للأسف صاحبنا هنا يفترض العكس ولا يرى مشكلة في أن تتحول الأضواء وربما حتى قيادة الثورات لمن يصادف أن تقوم بسلوك ثوري جذاب أمام الكاميرات فعلا مهزلة في النهاية أرجو أن تكون فكرتي قد وصلت بوضوح ودون استفزاز لأحد فأنا أصلا هربت من هذه الحرب على صفحاتي وأتيت لأقدم لكم هذا الفيديو للتوضيح وحتى لا ندخل في حروب إضافية من أعجبه هذا الكلام شكرا له أرجو أن يعمل شير واشتراك في القناة ومن لم يعجبه فأعتذر له عن ضيع وقته والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة